وإن كان اللي حصل ده بيني وبينكو يعني فرصة عشان نعرف لأن السؤال ده كان ما حيرني أنا شخصيا ليه الممول صبر على إعلام الخارج 11 سنة رغم فشله صبر ليه الدولارات دي كلها إيه ما بتشوكوش وعلى كتائب من اللجان الإلكترونية اللي بيقبضوا ألاف الدولارات لبلبلة الرأي العام المصري وزعزعت لاستقرار كان صابر عشان كان مستني اللحظة دي مصر وسيد سلام وده الدور اللي بيكرهه نتنياهو بيحقد علينا تنياهو ومرة يستفزنا بعربية شايل علم دورين بتجري بسازاجة قدام المعبر ومرة بيستفزنا بإيده كوهين وصوبيانه من الإخوان وإعلامهم اللي بيطبل للنموذج السياسي الإسرائيلي لكن احنا بنقول لهم لعبوا بعيد مصر عرفة هي بتعمل ايه كويس ومشاكلك وفضايحك يا نتنياهو وتسريباتك مش هتعرب بها للأمام عن طريق مصر واللي يقرب من حدودنا أو مقدراتنا ندفنوا فيها دي استراتيجية القيادة والشعب كله معاها وموافق عليها واللي طلع يقول لك إنه موطي رأسه الحقيقة هو موطي رأسه من زمان يعني من يوم انضم الجامعة خينة صنعتها أجهزة المخابرات البريطانية واستلمتها منها أكتر من جهاز مخابراتي معادي منهم المساد ومش عايز أقول المساد لحد فترة عريبة كان بيرسل الأموال والتمولات لمين مش عايز أقول مش مصر بإذن الله اللي تسقط في فخ حروب الجيل الرابع والخامس أو اللي يستدرج شعبها الأصيل تاني لحرق أطرافه بنفسه كان فيه مصطلع زمان اسمه الدول الطوق دول الطوق جيوش هذه الدول تعرضت لضربات قاسية ولم يتبقى منها سوى الجيش المصري اللي قدر بصبر وعزيمة يحافظ على قوته وينميها وده مجننهم حبلهم وإن شاء الله يفضل مجننهم على طول وعييل الخطة الخبيثة لأنه استدرج تحت تأثير العاطفة وهي عاطفة مقدرة وطبيعية وإنسانية ونبيلة طبعا لكن مش هنسيب حد يتاجر بالمشاعر زي ما بيتاجر بالدين نقطة ومن أول السطر ترجمة نانسي قنقر